سياسيا نشهد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم لندر كينغ بجهود سلطنة عمان في دعم عملية السلام باليمن وقال لندر كينغ في إجاز صحفي إن الولايات المتحدة على اتصال مستمر وتشاور مع الحكومة العمانية بغية دعم عملية الأمن والاستقرار في اليمن وأكد المبعوث استمرار نهج الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي في وضع حلول تفضي إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية هذا وأكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تجنب استيناف الأعمال القتالية في اليمن ودع المجلس جماعة الحوثي إلى الامتناع عما سماه بالاستفزاز والعودة للانخراط بشكل بناء في مفاوضات الهدنة تحت رعاية الأمم المتحدة معبرا عن قلقه من لهجة الخطاب التي تهدد الهدنة وقال المجلس في بيان له إن مطالب الحوثيين المتطرفة عرقلت جهود الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق تمديد الهدنة مؤكدا أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات كافة لدعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن إلى ذلك طالبت الحكومة مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه رفض الحوثي تمديد الهدنة وأكد وزير الخارجي أحمد عوض بمبارك في مكالمة مع السفير الروسي ميخايل بوبدانوف على أهمية اتخاذ مجلس الأمن موقفا سياسيا حازما تجاه المواقف السلبية لجماعة الحوثي المعرقلة لجهود تمديد الهدنة واتهم من مبارك الجماعة بالدفع إلى العودة للحرب والتهديد باستهداف القطاع النفطي في اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر